موسيقى اهلا بكم في نشرة الاخبار من قناة بلقيس والبداية بابرز العناوين المبعوث الاممي يصل الرياض للقاء الرئيس هادي والحكومة لبحث امكانية العودة للمشاورات العدو لا يقل عن خسائر العدو اكثر من عشرين قتيل اكثر من عشرين قتيلا في صفوف الميليشيا جراء اشتداد المعارك في منطقة حرض الحدودية في مدرسة تتكون عددها من 27 طالب وكاميرا بلقيس في حضرمو تزور مدرسة في منطقة النائية يعمل بها مدرس وحيد وصل المبعوث الاممي اسماعيل والد الشيخ للعاصمة السعودية الرياض للقاء بالرئيس عبدربو منصور هادي ومسؤولين في الحكومة اليمنية ونقلت وكالة الاناظول عن مصدر حكومي ان والد الشيخ وصل الرياض لترتيب موعد انطلاق الجولة الثانية من مشاورات السلام في الكويت واضح المصدر ان المبعوث الاممي سيلتقي الرئيس هادي والفريق الحكومي في المشاورات فيما يتوقع ان يزور والد الشيخ العاصمة صنعاء الاربعاء المقبل للقاء ممثل وفد ميليشيا الحوثي والمخلوع في سياق متصل احبطت الحكومة اليمنية بمساندة من المجموعة العربية ودول افريقية مساع في مجلس الامن الدولي لاصدار بيان يؤيد تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الحوثيين ومثلين عن المخلوع بالتزامن مع عمليتي الانسحاب وتسليم الاسلحة ونقلت قناة الجزيرة عن مصدر دبلوماسي ان دولا غربية بينها بريطانيا والولايات المتحدة دعمت صيغة بيان تراعي مطالب الحكومة اليمنية الرافضة لتنفيذ خارطة الطريق التي قدمها والد الشيخ وان روسيا اعترضت على الصيغة ما حال دون تبني بيان لدعم جهود المبعوث الاممي اسماعيل والد الشيخ الى ذلك قال رئيس الحكومة احمد عبيد بن دغر ان من يريد السلام خارج المرجعيات المتفق عليها انما يسعى لعبودية جديدة في اليمن واكد بن دغر ان الحكومة مع السلام القائم على تطبيق القرار الدولي 22-16 والمرجعيات الوطنية الاخرى جاءت تصريحة رئيس الحكومة خلال الاجتماع الذي عقده معلجان الامنية في عدن ولحج حيث اشار الى ان حكومته سوف تتغلب تدريجيا على الازمات التي تشهدها المحافظات وستضع لبنات متينة لحل الاشكاليات في الامن والخدمات ميدانيا قتل اكثر من عشرين من ميليشيا الحوث والمخلوع جراء تجدد المعارك العنيفة في منطقة حرض الحدودية وقالت مصادر عسكرية ان معارك العنيفة اندلعت عقبشا للميليشيا هجوما على مواقع للجيش الوطني ما اسفر عن مقتل وجرح العشرات من الميليشيا فيما قتل اثنان من افراد اللواء 25 ميكا التابع للجيش الوطني واسفرت المعارك الدائرة بمختلف الاسلحة الثقيلة والمتوسطة عن تدمير عدد من الاليات العسكرية وفي السياق ذاته قال قائد اللواء 25 ميكا العميد ناصر الشييني ان القوات تصدت لهجمات شنتها الميليشيا مؤكدا انهم صامدون في مواجهة كل المحاولات في جميع القطاعات العسكرية قام العدو الغادر بالهجوم على مواقعنا الامامية محاول ان يخترق قطاع الدفاعتنا ولكن بفضل الله عز وجل ثم بجهود الرجال البواسل تصدوا لهذا العدو بكل بسالة ورجولة وقاموا بتدمير وقتل العدد الكثير من عناصر العدو ودحرهم إلى غير رجعة وان شاء الله قواتنا لهم بالمرصاد في أي مكان وفي أي قطاع وعما قريب ان شاء الله ستكون قواتنا ان شاء الله في حرض وميدي وتحرير البلاد اليمنية من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها بإذن الله تعالى العدو لا يقل عن خسائر العدو أكثر من عشرين قتيل وأكثر من ثلاثين جريح هذا المتوقع الآن في اتجاه الوادي على صعيد متصل قال بيان للمنطقة العسكرية الخامسة إنها أحبطت هجوما واسعا لميليشيا الحوثي والمخلوع باتجاه مواقعها في جبهة حرض وشنت هجوما معاكسا حررت خلاله مواقع كانت بيد الميليشيا في منطقة السائلة في الجهة الشمالية الغربية من محافظة حجة وتحديدا في مدينة حرض الحدودية تجددت المواجهات بين الجيش الوطني من جهة وميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع من جهة ثانية قتلى وجرح سقطوا من الطرفين في المعارك التي اندلعت خلال الساعات الماضية بعد أن حاولت الميليشيا التقدم في اتجاه مواقع يتمركز فيها الجيش الوطني في وادي بن عبدالله لكنها فشلت المصادر تحدثت أن اثنين من الجيش الوطني سقط في المعارك بينما لقيا سبعة من عناصر الميليشيا حطفهم فظلت جثثهم ملقية في الوادي وهو ما دفع بزملائهم من مقاتلية الجماعة المتمردة إلى خوض قتال شريس من أجل انتشالها من مناطق المواجهات لكن المصادر أكدت أنهم فشلوا في ظل تحليق مكثف لطيران التحالف الذي ساهم هو الآخر في قصف تعزيزات ومواقع للمتمردين الحوثيين وقوات صالح الإنقلابية قدر هذه الجماعة الإنقلابية أن تذوق الخسارات في جبهة حرض وميدي كواحدة من الجبهات التي لم تهدأ حتى في فترة الاتفاق حول وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه جميع الأطراف للتهدئة بينما استمرت الميليشيا ترتكب الخروقات يوما بعد آخر مدينة حرض الواقعة على الشريط الحدودي بين المملكة العربية السعودية وبلادنا استمرت منطقة عمليات عسكرية وهو ما حولها إلى مدينة محشة ومغفرة خالية من أي مظاهر للحياة خلال السنة المنصرمة وفي حرض أيضا أصيب جنود من قوات الجيش الوطني بانفجار لغم أرضي قرب إحدى المزارع وقال مرسل بالقيس إن اللغم انفجر أثناء مرور دورية للجيش جوار مزارع نسيم في المدينة وفي السياق ذاته دمرت طائرات التحالف مخزن ألغام للميليشيا وعربت إطلاق صواريخ كاتيوشا في منطقة ميدي أصيب الإعلامي هشام الشبيلي بشضية قذيفة هاون أطلقتها ميليشيا الحوثي والمخلوع أثناء تغطيته للمعارك الدائرة في حرض وقتل صحفيان ومصور في محافظتي تعز وشبوة منذ بداية العام الحالي فيما لا يزال عشرات الصحفيين معتقلين في سجون الميليشيا وتنظيم القاعدة اشتركوا في القناة إلى محافظة الجوف حيث قتل جنديون في مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني والميليشيا وقال مصدر المحلي إن الميليشيا هاجمت أحد المواقع في منطقة الخليفين جنوب الشعف في محافظة الجوف وتمكنت من السيطرة عليه إلا أن قوات الجيش الوطني شنت هجوما معاكسا وتمكنت من استعادة الموقع إلى ذلك قال رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الوطني اللواء الركم محمد المقدشي إن الجيش الوطني والمقاومة سيواصلان عملية تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي وقوات المخلوح حرف سفيان في عمران ومن ثم محافظة صعدة هكذا يحدد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وجهتهما القادمة من على سطح المجمع الحكومي في مديرية المتون بالجوف واستطاعوا أن يحروا مئة الكيلوات في يوم واحد وإن شاء الله يستكونوا ما بتبقى من قيبة الجوف حتى وصلوا إلى سفيان وإلى صعدة بعد زيارة تفقدية قام بها اللواء المقدشي للخطوط الأمامية لجبهات القتال والتي استطاع الجيش الوطني والمقاومة إحكام السيطرة عليها بعد استماتة كبيرة أبدتها الميليشيا هناك جبل الحام الواقع شمال مديرية المتون كان أحد أهم مواقع المواجهات الشرسة والذي تمكنت فيه قوات الجيش والمقاومة من إحراز تقدم كبير بحجم ما يعنيه الموقع من أهمية استراتيجية الذي مثل سقوطه بالنسبة للميليشيا خسارة لا تعوض تهددها في عدة مديريات تليها وأربع محافظات رابطة بينها وهي عمران وصعد وصنع ومأرب وبالرغم من احتدام المعارك واستماتة الميليشيا في عدة جبهات تحرز قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدما ملحوظا يرى مراقبون أنها بداية لمرحلة جديدة يأمل الناس أن تنهي بها حربا أنهكت الجميع وتعيد الحياة لبلد أدمن الموت فشلت ميليشيا الحوث والمخلوع في التقدم بمنطقة يعيش شمال محافظة الظالع وقال القيادي في المقاومة الشعبية فضل العقلة إن عناصر من الميليشيا حاولت التسلل إلى منطقة يعيش إلا أن المقاومة تصدت لهم وأجبرتهم على التراجع وسقط منهم قتلى وجرحة تصدنا لولهم بقوة صديناهم ورقعنا من الخلف يعني سقط منهم عددا من القتلى والجرحة يعني حاولوا أن يعملوا أنفسهم على أنهم أبطال يتقدموا إلا أن كانت شجاعة أبطال المقاومة والجيش السعبي استطاع الصدم هؤلاء لا يحترمون هدنة ولا يحترمون اتفاقيات جددت ميليشيا الحوثي والمخلو حجماتها على مقر اللواء 35 مدرع الخاضع لسيطرة الجيش الوطني في مدينة تعز وأفاد مراسل بالقيس أن الميليشيا قصفت بقذائف الهاون مقر اللواء وحي السعيد من مواقع تمركزها في جبلهان الغربية المدينة وسعت الميليشيا خلال السابيع الماضية إلى السيطرة على اللواء بعد شنها هجمات ودفعها بمزيد من التعزيزات في تعز أيضا قال مصدر ميداني إن الميليشيا هاجمت موقعا عسكريا تابعا للمقاومة الشعبية في إتلة الكولة بمنطقة ضبي عبوس في مديرية حيفان وأضاف المصدر أن المقاومة تستميت في الدفاع عن مكاسبها العسكرية في المنطقة بالتزامن مع قصف مكثف تشنه الميليشيا وأكد أن العشرات من الحوثيين والمقاومة سقطوا قتل وجرح دون الإفصاح عن عددهم ونبقى في تعز حيث تدور معارك شرسة بين المقاومة والميليشيا في منطقة شعبة دبا شرقية المدينة وبالرغم من قرب المنطقة من القصر الجمهورية الذي يشهد محيطه مواجهات متواصلة إلا أن الحياة ما تزال مستمرة والأطفال يواصلون ممارسة ألعابهم يضع حذاءه جانبا ليبدأ اللعب فالأرض بعد اختسالها بالمطار لا تحتاج لحذاء حيث يمكن الركض فيها بقدمين حافيتين لممارسة رياضة كرة القدم هذا المشهد يبدو عاديا في مكان آخر لكن هنا في منطقة شعب الدبا القريبة من القصر الجمهوري بتاعز ليست كذلك ولتدرك السبب عليك النظر بعيدا عنهم بضع مترات فقط حيث الدمار هو الجزء المسيطر على المدينة لكن هذا لا يمنع في أن تكون أرض تعز عاملا مشتركا لأقدام صغيرة مشاركة في اللعب هنا وأخرى تقاتل للدفاع عنها في جبهات القتال المختلفة لتكون أرض تعز هي القاسم المشترك بينهم أما الأمر الغريب حقا فهو لعب الأطفال على أصوات الرصاص والقذائف دون خوف حتى ولو كانت آثارها قد تركت من قبل بصمتها على أشدادهم الصغيرة فعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة وما تستحقها الحياة أيضا فعند مصارعة الموت يبرز الناس هنا كل بطريقته الخاصة لمجابهته والأطفال يكونون دائما الأبرز بالمواجهة هكذا تقول المشاهد القادمة من هناك وإن كانت أذكارهم مغلقة وعصية على الفهم في كثير من الأحيان بهذه المدينة الصابدة من جديد أهلا بكم أعلنت واشنطن أنها نقلت المعتقل اليمن فائز أحمد إيحيا سليمان من قاعدتها في جوانتنامو إلى إيطاليا وذكرت وكالة رويتارز أن ستة جهات أمريكية وافقت على نقل سليمان قبل ستة أعوام وهذه الجهات هي وزارة الدفاع والخارجية والعدل والأمن الداخلي إضافة إلى مكتب مدير المخابرات الوطنية وهيئة الأركان المشتركة الأمريكية كشفت وكالة رويتارز عن تقرير سري قدمه الأمين العام للأم المتحدة بن كيمون لمجلس الأمن يتحدث عن تحقيقات تجريها الأم المتحدة بخصوص ضبط سفن إيرانية محملة بالأسلحة كانت في طريقها إلى يمن وتتهم الحكومة السلوطات الإيرانية بإرسال مزيد من الأسلحة للميليشيا في اليمن ما إن يتفاءل اليمنيون بأخبار تفيد بتضييق الخناق على مصادر دعم ميليشيا الحوثي بالسلاح تعود الجماعة الإنقلابية مجدداً لبحث سبل أخرى تمكنها من الحصول على الأسلحة الجيش والمقاومة في عدن أعلن ضبط سفينة جديدة قادمة من القرن الأفريقي كانت متوجهة إلى منطقة المخى السفينة التي لم يعلن بعد عن جنسيتها قال محافظ عدن عيدروس الزبيدي أنها ضبطت في منطقة الجزر السبع قبالت صواحل الصومال وجيبوتي وعلى متنها كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر وأن التحقيق ما زال جارياً لمعرفة جنسيتها فيما يرجح مراقبون أن السفينة كسابقاتها قادمة من إيران وأن إيران المعروفة بدعم الجماعة الإنقلابية سياسياً وعسكرياً منذ بداية تمردها على الدولة تسعى مجدداً إلى توسيع أنشطتها داخل اليمن في طريق تحقيق أهدافها المتعددة في المنطقة العربية برمتها الدور الإيراني كان حاضراً في تصريحات الرئيس هادي خلال زيارتي لمحافظة مارب والتي قال فيها إن طهران تريد الوصول إلى باب المندب وإخضاع الجميع لسطوتها بشن حرب مفتوحة ليس على اليمن فقط وإنما على العالم في 2012 تكلمت في الأكاديمية العسكرية وقلت على إيران أن ترفع يدها من اليمن بعد إن زغرنا منهم مجموعة من الحرسطوري مدربين وزغرنا مجموعة من المهندسين ومسكسان جموعة كبيرة من السفن حاملت السلاح الأمم المتحدة أيضاً قلقة من استمرار التدخل الإيراني وهو ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون للتعبير عن قلقه بشأن ضبط سفن محملة بأسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى اليمن واعتبر أن ذلك من شأنه تهديد الأمن والسلام في المنطقة استمرار تدفق الأسلحة لليمن من شأنه أيضاً تغذية العنف أكثر وإطالة أمد الاقتتال وتحويل البلاد لساحة صراع مفتوح على أبواب الفوضى المشرعة على الدمار وصلت سفينة شحن تابعة للتحالف العربي إلى ميناء المكلة على متنها معدات عسكرية ومولدات كهربائية في طريقها لمدينة عدن وقالت مصادر ملاحية في المكلة لقناة بلقيس أن باخرة الشحن أنزلت عدداً من الحاويات التي تحمل على متنها مولدات كهربائية وعدداً من الآليات والمركبات التابعة للجيش وقوات التحالف وأشارت المصادر إلى أن الباخرة ستنطلق صوب ميناء عدن لإيصال عدد من المولدات الكهربائية في حظر موت أيضاً أزالت السلطات المحلية أكشاكاً ومخيمات عشوائية انتشرت مؤخراً في شواطئ المحافظة وعلى صعيد متصل نفذت مبادرات شبابية تطوعية خلال الأيام الماضية حملة تنظيف للشواطئ من النفايات ومخلفات السفن التقرير التالي والتفاصل صحيح أن السلطات خلال السنوات الماضية أقامت بعض مشاريع البنية التحتية كمتنفس للعائلات ككورنشيء محضار والستين لكنهما ما لبثا أن تعرضا للتهبيش والتآكل جراء الإهمال وغياب الصيانة والحال مشابها بالنسبة لمدينة الألعاب الترفيهية الوحيدة في البقلة والتي يبدو أنها باتت خارجة عن الجاهزية منذ سنوات عدة هذه كلها المنتصات مهملة غير مصانة غير مفعلة عدم تواجد الظروف العامة في البلد عدم تواجد الحكومة عدم تواجد البلديات عدم تواجد لم تصان هذه الأماكن ولم تشغل السلطات المحلية في المكلب وفي محاولة لتوفير مساحة أكبر للعائلات خلال فترة العيد عمدت إلى إزالة العديد من الأبشاك والمخيمات الواقعة على الساحل فيما نفذت مبادرات شبابية وتطوعية خلال الأيام الماضية حملات تنظيف للشواطئ من النفايات ومخلفات السفر هذا الشاطئ هو الشاطئ الوحيد للمدينة خصوصا بعد ما تم غلاق منطقة خلف أمام العوائل والزوار فلم يتبقى أمام العوائل إلا هذا الشاطئ وزي ما شفتم الشاطئ مليئ في القادورات والمخلفات ورغم أن هذه الإجراءات قد لا تشكل حلا لمشكلة غياب الحدائق والمتنزهات في المكلة إلا أن كثيرين يأملون أن تكون دافعا لإقامة مثل هذه المشاريع مستقبلا محمد اليزدي لقناة بلقيس المكلة ونبقى في حضر موت حيث تضم منطقة مسيلة الأحرار النائية مدرسة يعمل فيها مدرس وحيد ما اضطر جميع طلابها رغم اختلاف مستوياتهم إلى الدراسة في فصل واحد مراسلنا حداد مسيعد زار المدرسة ووفانا بالتقرير التالي فصل دراسي واحد ومدرس واحد فقط مفارقة لم تحدث في القرن الواحد والعشرين ربما إلا في قرية مسيلة الأحرار في أقاس محافظة حضر موت عبدالعزيز هو المدرس الوحيد في مدرسة حضف إحدى قرى مسيلة الأحرار شرق محافظة حضر موت منذ عامين يشرف المعلم المتفاني على تعليم أكثر من 27 طالبا فقط فجميع الطلب هنا في صف دراسي واحد بالرغم من فارق العمر بينهم يبذل عبدالعزيز تدريس جميع المواد المقررة تقريبا بعد أن اعتذر جميع المدرسين على التدريس بهذه القرية النائية الغائبة عن الجهات الرسمية والمفتقرة لأبسط المقومات من المياه الصالحة للشرب والخدمات كالكهرباء والصحة والطرقات في مدرسة تتكون عددها من 27 طالب لكن هناك عندنا في أنقص نقص بالنسبة للأمياز الكراسي نقص كارات في الكتب وحتى كارات لما قلم ينقص علينا من الطلبة يعني إلى بعد سبوع حادي يروحنا على حضر موت ويجيب لنا قلم سوار الصاص والله دفتر أي شيء منه هذا عندنا يعني حاية ماسة وطالبة يعني محتاجين للعلم مشكلة عدام البنية التحتية والنقص الحادي في المدرسين والأدوات التعليمية ساعدوا بشكل كبير في تأخر التعليم بهذه القرية والقرى المجاورة فهذا الفصل الدراسي الوحيد فقط يعود لأحد فاعلي الخير من أبناء القرية بالرغم من الحاجة الماسة لوجود مدرسة مكتملة والمطالب الملحة من قبل الأهالي للحكومات المتعاجبة ببناء ولو مدرسة متواضعة محمد أحد الطلب استطاع كتابة اسمه بعد أن أخفق بكتابته في عدة محاولات ولا يزال غير مضبوطة الشكل إلى جوار رفيقه حسين الذي يبلغ من العمر 14 سنة هو الآخر ما يزال يبذل جهدا على تدوين اسمه أيضا في صفحة مليئة بالمحاولات فاضطر لكتابته هنا نماذج من حالات محدودة حضيت بمحاولات رسم الخط واستطاعت بينما آخرين لم يحالفهم الحظ بهذه الفرصة في واحدة من أفكار مناطق البلاد حدد مساعد قناة بلقيس حضر موت نهاية النشرة وهذا تذكير بالعنوي المبعوث الأومي يصل الرياض للقاء الرئيس هادي والحكومة لبحث إمكانية العودة للمشاورات العدو لا يقل عن خسائر العدو أكثر من عشرين قتيل أكثر من عشرين قتيلا في صفوف الميليشيا جراء شداد المعارك في منطقة حرض الحدودية في مدرسة تتكون عددها من 27 طالب وكاميرا بلقيس في حضر موت تزور مدرسة في منطقة نائية يعمل بها مدرس وحيد نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني وكذا التفاعل مع صفحات أعلى مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء اشتركوا في القناة